السلام عليكم متابعين الكرام في الفيديو ده هنتعرف على كيفية وضع صورة شخصية او صورة بروفايل لقناتك على اليوتيوب. كمان هنتعرف على كيفية وضع صورة غلاف لقناتك على اليوتيوب. ايضا هنتعرف على كيفية تغيير الصورة الشخصية وصورة الغلاف لو حابب تغيرهم في اي وقت. الموضوع بسيط جدا زي ما احنا شايفين قدامنا بنفتح اليوتيوب عادي جدا. وعندك هنا الصورة الشخصية اللي طبعا ما فيهاش اي صورة فيها الحرف الاول من اسم قناتك. طبعا القناة هنا عندنا اس معلومة على السريع. طبعا الصورة الشخصية فيها اول حرف من اسم القناة وهو حرف الميم. طبعا بتضغط على الصورة الدقرية. فيفتح معانا القيمة اللي احنا شايفينها قدامنا دي عندنا الخيار الاول هو خيار قناتك. بتضغط عليه. فيفتح معانا الصفحة اللي احنا شايفينها قدامنا دي وهي صفحة القناة. عندك هنا خيار اسمه تخصيص القناة. تخصيص القناة بتضغط عليه. فيفتح معانا طبعا صفحة تخصيص القناة اللي هنشوفها قدامنا دلوقتي. دلوقتي معنا صفحة تخصيص القناة عندك هنا خيار اسمه العلامة التجارية بتضعط عليه. طبعا فتح معنا آآ صورة الملف الشخصي وصورة الغلاف زي ما احنا شايفين. علشان نغير آآ صورة الملف الشخصي بتضعط على خيار تحميل. بيأخذك مباشرة على كل الصور اللي موجودة عندك فيه الجهاز. بتختار الصور اللي انت حبيبها تكون صورة للملف الشخصي. وهي بتضعط على وطبعا الصورة اصبحت موجودة معنا. لو حابب تغير الابعاد بتغيرها من هنا زي ما احنا شايفين. بتزبط الابعاد وبعدين بتضعط على خيار تم. ودلوقتي الصورة اصبحت موجودة معنا. طبعا لو حابب تغير الصورة بتفتح بنفس الطريقة بتضعط على خيار تغيير بيأخذك مباشرة على كل الصورة عندك وبتغير الصورة. وهي بالنسبة لصورة الغلاف بتاعتنا عندنا هنا في الاسفل آآ صورة اعلان البنر او صورة الغلاف بتضعط على خيار تحميل. نروح على كل الصور اللي موجودة عندنا في الجهاز بنختار الصورة بتاعتنا وبنضغط على وهي الصورة اصبحت موجودة معنا طبعا بنفس الطريقة بنغير الابعاد زي ما احنا حابين وبعدين بنضغط على تم وبالتالي الصورة اصبحت موجودة معنا لو حابين نغيرها بنضغط على تغيير بنفس الطريقة. ثم بعد كده نضغط على خيار نشر. هنجد ان الصور هتتغير معنا هنا. وهنا في الاعلى برضو. هنشوف دلوقتي. وزي ما احنا شايفين تم نشر التغييرات. وطبعا صورة القناة اصبحت موجودة معنا زي ما احنا شايفين. وهنضغط على الصورة الدائرية. ونروح على قناتك. ونشوف دلوقتي ايه اللي حصل. بنجد هنا انه تم تعيين صورة غلاف للقناة زي ما احنا شايفين قدامنا. وتم تعيين صورة شخصية للقناة. لكن فيديو النهاردة ارجو لو استفدت من الفيديو مش مشترك في القناة تضغط دلوقتي على زر الاشتراك وتفعل زر التنبيهات لان كل يوم عندنا فيديوهات ومعلمات جديدة ان شاء الله ستنالي عجبكم. شكرا جزيلا على المتابعة.